أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توافقا مصريا أردنيا على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردنية بشر الخصونة أعقب اكتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التعاون من الجانب الأردني في حل مشكلات العمالة المصرية في الأردن كان لدينا الفرصة أن نتطرق لمنقشة العلاقات الثنائية بين بلدين وعلى الأخص سواء العلاقات الاقتصادية أو التبادل التجاري ويمكن توافقت أنا وأخي دولة الرئيس أن نحتاجين أن نزيد من حجم التبادل التجاري في خلال المرحلة القادمة التبادل التجاري على مدار الخمس سنوات الماضية متوسطه 600 مليون دولار أمريكي وده رقم يعني إحنا بنعتبره متواضع بالنسبة لإمكانيات بلدين وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدا عشان تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين وللقطاع الخاص في دولتين وللشعبين فيما يخص هذا الشأن موسيقى